إذا خذيت على مستوى المستفيدين أو من يحضرون مثل هذا فستجد رضا تام على هذا وأيضا بالنسبة لنا نحن نراها أحد وسائل ربط الشباب بالمركز من خلال مثل هذا إذا خذيت في بعدها الإعلامي وهذه هي مشكلة كثير من المؤسسات أنه مثل هذه الجهود والمناشط ربما تحتاج إلى مثل وقفاتكم هذه بارك الله فيكم كما أنتم الآن تأتوننا لنبين للناس ماذا نعمل لأن البعد الإعلامي في المركز حقيقة رغم الجهود المبذولة إلا أننا ربما نحتاج إلى إعادة صياغة تفكيرنا بأننا نخرج إلى المجتمع الخارجي الذي لا يعلم عن مناشطنا بمعنى الذهاب إلى وسائل التواصل الاجتماعي ونتحدث مع الإخوان في العلاقات العامة والإعلام وتحدث عن أننا يجب أن ننطلق مع الشباب في منصات تويتر وإنستجرام وغيرها من برامج التواصل الاجتماعي التي يمكن أن ننقل فيها رسالة المركز ولكن بأسلوب غير تقليل